طيب نيجي على تدريبات الرابع والخمس الليسنين طبعا مش موجود فبس سهل في مصر هتبقى السيرفين بتاعي لي طبعا البيت والبول طيب هنا المحادثة سارا بتحكيل سوها عن صحبتها المفضلة طيب هنا سارا what's your best friend's name hi سوها او لي her name is ايه بتقول لك about her best friend ايه هي هي her name is nada الاسم هو نادا السؤال الثالثة سؤالت لها طبعاً دراوين و باستخدام شيء غير عاقلي بسؤال كم بوضع عندي أور ساعدمها أتلا هام لاظا شكراً هددا ميلا صحيح يا فائف اتلا هاو افائف اتلا 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 أثلا حاجة أمين هؤلاء الناس كلا هم تحبه يعني ايه? زي ار بيوتفول مثلا او زي ار غريت وخلاص. زي ار غريت. حلوين اوي الناس كلها بيحبوهم. لا اوسم حلوة اوي. سألتها سؤالة لها طيب وممكن اقول لها ايه? what other activities or what other hobbies does she like? تمام? ايه الانشطة التالية اللي هي بتحبها? وممكن اقول مثلا what does she like reading? بتحبها تقرأي. بس. what does she like reading? اتلاح she likes reading adventure stars. طيب القطعة امش هتجم قطعة تانية. انا استود قطعة النهار. احيانا نفس القطعة اموما فهي قرأها بس ملتك ترجعها. ولكن falcons are beautiful birds that have been admired for centuries. people teach the falcons to fly and catch small animals. we call these people falconers. falconery is not just a sport but also an art that requires patience and dedication. it's a popular sport but it's expensive. falconers need to invest in special equipment and spend a lot of time training their birds. today 50% of the world's falconers are in the middle east. they work at special centers and spend a lot of time training their birds. falconery has a rich cultural heritage and is often passed down through generations. it's also used for conservation purposes helping to maintain bird populations and educate people about wildlife. ولكن the text is about. طبعا falconery. النص بيكلم عن تربية التدور أو تدريب التدور الجرحة. the underlying word special has the same meaning as. طبعا special معناها. ليس ب ultimo مئة قال ten�iers كل من القفال اللي صوري و تدريب التدور نظر النيا 100% بالاطبال لكن بتدور han obviously Note on 50%. anyway 50%. what do falconers train their birds to do? le falconers أو مدربين التدور يتعارب التدور عليه. موجود هنا. طيب طيب سؤال الخامس بولاك why do you think falconry is expensive? ليه الفالكنري دي المكلفة جدا موجودة هنا برضو. ايوة ليه فالكنر need to invest in a special equipment and spend a lot of time training their bird. انهم بيصرفوا فلوس بيجيبوا بيها ادوات مميزة عشان يضروبها اديني اه عنوان مناسب للقصة اه هنقول فالكنري خلاص فالكنري تدريبة الرجح بس دي number six طيب اه رتب بولاك سيدي هي اه انكرجز هو بيشجاني قملة فعلا 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 مش مستهل هنا بيشجاني انكرجز مي يشجاني تو stay organized ان انا اكون افضل مرتب one my best friend is called علي عالي. لبعده. what do your friend like? لا. what do you like doing with your friend? لحظة. what do you like doing with your friend? تحبت يعمليه مع صاحبك. بعدك اقول لك باي. اكتب لبقى الرافق. صوت لي في صاحبك طبعا وانا بنعمله ازاي. نرجع تاني الخطوات اللي قلنا عليها. كل ده. الطريقة. وقالك يتكلم عن المميزات اللي فيه. ان هو مسلا طيب بيساعد الناس. ان هو محترم بمكتهد في المدراسة. كلام من ده. انشطة اللي يحب يعملها بيحب يعب ايه بيحب يروح فين فيهم الاجهزة. كلام من ده. بعض الحقائق عنه. ان هو اسمه ايه? عنده كم سنة? عايش فين? عايش مع مين? عالته شكله ايه? بابا? مامته? كده. بس يا شباب. وطبعا اللي بقولوه كل مرة في الراف. بقولي الراف لا بيتحافظ ولا بيتنقل وحرم عليكم. متحفظوش ولا تنقلو. انت مطلوب منك مئة وعشرين كلمة. فكلام بعد كده يبقى صح. حتى لو غلط. بعد كده يتحسن واحدة واحدة لحد ما يبقى مية مية. فكده يا شباب بيكون خلص الفيديو بتاع النهاردة. ويا رب بيكون الفيديو عربكم. واتنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وانتظروني ان شاء الله في بقية المنهج قريب ان شاء الله النهاردة وبكرة بكتير هنزللكوا الدرس الاول. فانتظروني في الواحدة التانية. فانتظروني واستفضركم الله. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة